تاجر البندقية اشتركوا في القناة تتمحور حول شخصية شيلوك التاجر اليهودي وصداقته مع أنطونيو وعلاقته بباسانيو وحبه لابنة شيلوك المدعوة جيسيكا من خلال هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهمية هذه المسرحية في الأدب العالمي وتأثيرها الثقافي سنتحدث عن أداء الممثلين وتوجيه المخرج وشعور المشاهدين وتأثير القصة على الجمهور نتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة هذا الفيديو وأن يضيف قيمة وإلهاما لثقافتكم شكرا لكم على دعمكم المستمر ونتطلع إلى مشاركة هذه التجربة الرائعة معكم مقدمة تاجر البندقية هي واحدة من أبرز المسرحيات التي ألفها الكاتب الإنجليزي وليام شيكسبير تعتبر هذه المسرحية دراما تاريخية تدور أحداثها في مدينة البندقية خلال القرن السادس عشر تتناول المسرحية قصة التاجر المسلم شايلوك وصراعه مع تاجر البندقي أنطونيو وتستكشف مواضيع مهمة مثل العدالة والكراهية العرقية والمال والحب مسرحية تاجر البندقية تعد استكشافا عميقا للطبيعة البشرية وتأثير العواطف والتحديات على العلاقات الإنسانية تقدم الشخصيات المعقدة في المسرحية صراعا داخليا بين الخير والشر وتجعل المشاهدين يتساءلون عن طبيعة الانتقام والعدالة تتعامل المسرحية أيضا مع قضايا مثيرة للجدل مثل التمييز العرقي والكراهية وتستكشف تأثيرها على العلاقات الإنسانية كما تتطرق لموضوع المال والجشع وتصلط ضوء على أهميته في حياة الشخصيات وتأثيره على تفاعلاتهم تاجر البندقية تعتبر مسرحية تثير الكثير من الأسئلة وتفتح الباب للنقاش حول قضايا مختلفة تترك أثرا عميقا في الأدب والثقافة العالمية ولذلك تم تجسيدها في العديد من الإنتاجات المسرحية والسينمائية على مر العصور في هذا الفيديو سنستكشف بعمق مسرحية تاجر البندقية ونحلل شخصياتها ومواضيعها الرئيسية ونناقش أهمية القضايا التي تطرحها وتثيرها ستكون هذه الرحلة مثيرة وملهمة لفهم أعمق لهذا العمل الأدبي العظيم عرض لمسرحية تاجر البندقية للكاتب ويليام شيكسبير وأهميتها الأدبية عرض مسرحية تاجر البندقية للكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير يعد أحد أهم الأعمال الأدبية في التاريخ تمتاز هذه المسرحية بأهميتها الأدبية البارزة وتعتبر واحدة من أشهر أعمال شيكسبير تتناول مسرحية تاجر البندقية موضوعات عديدة ومعقدة بدءا من العدالة والانتقام وصولا إلى الحب والصداقة والتسامح تتركز القصة حول الصفقات المالية والصراعات التي تنشأ بين التاجر أنطونيو والمالك اليهودي شيلك تتعرض المسرحية للتحديات القانونية والاجتماعية والأخلاقية التي تواجه الشخصيات وتصلت الضوء على قضايا العدالة والتعايش الثقافي تعتبر تاجر البندقية أيضا مسرحية لها أهمية تاريخية وثقافية يقدم فيها شيكسبير صورة متعددة الأبعاد لشخصياته مما يتيح للجمهور فهما أعمق للنفس البشرية وتعقيداتها إن اللغة الشعرية والألغاز والتشابكات الدرامية التي يستخدمها شيكسبير تجعل المسرحية غنية بالأبعاد والتفاصيل تعتبر تاجر البندقية مسرحية تحظى بشهرة واسعة في الأدب العالمي وقد تم ترجمتها وعرضها في المسارح حول العالم تواصل تلك المسرحية أن تكون مصدر إلهام للكاتب والمخرجين والفنانين في إبداعاتهم مسرحية تاجر البندقية للكاتب وليام شيكسبير لها أهمية أدبية كبيرة تتناول قضايا متعددة وتعرض تعقيدات الحياة البشرية تظل هذه المسرحية أحد أعمال شيكسبير الأكثر شهرة وتأثيرا في الأدب العالمي مسرحية تاجر البندقية هي أحد الأعمال المسرحية الكلاسيكية التي تثير الاهتمام وتستحق الاستكشاف العميق تناقش المسرحية مجموعة من القضايا الهامة والملحة التي لا تزال ذات أهمية في العالم المعاصر أحد القضايا الرئيسية التي تطرحها المسرحية هي قضية العدالة تتناول تاجر البندقية مفهوم العدالة وإشكالياته وتستعرض كيفية تعامل الشخصيات مع العدالة والقوانين تثير المسرحية أسئلة مثل ما هي المعايير المتبعة للعدالة وهل العدالة تعني المساواة للجميع تتناول المسرحية أيضا قضية الكراهية العرقية والتمييز تركز على شخصية شايلوك التاجر المسلم وتستكشف التحيز العرقي الذي يتعرض له وتأثيره على حياته وعلاقاته مع الآخرين تثير المسرحية تساؤلات حول طبيعة الكراهية وأثارها السلبية على المجتمع بالإضافة إلى ذلك تتناول المسرحية قضايا المال والجشع وتسلط الضوء على قوة المال في تحكم العلاقات الإنسانية واتخاذ القرارات تدفعنا المسرحية للتفكير في توازن القوة بين المال والأخلاق وتأثيرها على الأفراد والمجتمع بشكل عام تتحدث تاجر البندقية بلغة مثيرة وعميقة وتوفر للقراء والمشاهدين الفرصة للتأمل والتفكير في تلك القضايا الملحة تسلط الضوء على أهمية التسامح والمحبة والعدالة في بناء مجتمع أفضل وفي ظل التحولات والتحديات التي يواجهها العالم اليوم لا يزال لدى تاجر البندقية قوة لإلهامنا وتذكيرنا بأهمية تلك القضايا الخالدة الخلفية التاريخية والثقافية في العصر الذي كتب فيه شيكسبير مسرحية تاجر البندقية كانت البندقية تعتبر مركزا تجاريا رائدا ومدينة ثقافية مزدهرة كانت المدينة تتمتع بتاريخ طويل وتراث ثقافي غني وقد كانت مركزا لاتجارة البحرية والمال في ذلك الوقت كانت البندقية تتعامل مع تحديات سياسية واقتصادية هامة كانت تعتبر قوة مهمة في البحر الأبيض المتوسط وتنافست مع الدول الأخرى مثل الدولة العثمانية وجمهورية فلورنسا وامبراطورية الرومان الشرقية كانت هذه التوترات السياسية والاقتصادية تؤثر في حياة الناس وتشكل خلفية مهمة لأحداث المسرحية من الناحية الثقافية كان عصر شيكسبير مرحلة هامة في تطور الأدب والمسرح كان المسرح في ذلك الوقت وسيلة ترفيهية شعبية تجذب جمهورا واسعا وكان شيكسبير يستخدم المسرح لاستكشاف الطبيعة البشرية وتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية مسرحية تاجر البندقية تعكس تلك الظروف الثقافية والتاريخية تقدم صورة للبندقية كمدينة ثقافية وتجارية وتعكس التوترات السياسية والاقتصادية التي كانت تؤثر في الحياة اليومية للناس كما تستغل المسرحية القوة الفنية للمسرح في إبراز النزاعات الشخصية والاجتماعية وإيصال رسائلها بشكل مؤثر للجمهور في عصر شيكسبير كانت البندقية تعتبر مدينة تجارية وثقافية مهمة وكان المسرح وسيلة ترفيهية شعبية مسرحية تاجر البندقية تعكس تلك الخلفية التاريخية والثقافية وتستغل القوة الفنية للمسرح في إيصال رسائلها وإثارة الاهتمام بقضاياها عندما كتب شيكسبير مسرحية تاجر البندقية كانت الأجواء الاجتماعية تعكس تحولات هامة في المجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت كان هناك توتر وتحديات اجتماعية متعددة تؤثر في الحياة اليومية للناس وتظهر في أحداث المسرحية أحد التحديات الاجتماعية الرئيسية التي تناولتها المسرحية يتمييز العرقي والديني في عصر شيكسبير كان هناك توترات بين الأديان المختلفة والثقافات المختلفة في حالة تاجر البندقية يتعرض شايلوك التاجر المسلم للتمييز والاضطهاد بسبب أصوله الدينية اليهودية يتم تصوير هذا التمييز في المسرحية من خلال كراهية أنطونيو لشايلوك ومعاملته الظالمة تجاهها بالإضافة إلى ذلك كان هناك توترات اجتماعية أخرى تناولتها المسرحية مثل الطبقية والجنس والجنسية تعرض المسرحية تحديات مثل توتر العلاقات الشخصية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة والتحيز الذي يتعرض له الأشخاص بسبب جنسيتهم أو جنسهم تناولت المسرحية أيضا موضوع الديون والمال وأثارها على العلاقات الاجتماعية كانت المديونية والديون تعتبر قضية رئيسية في ذلك الوقت وعكست التوترات الاجتماعية والفوارق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات المختلفة كتب شيكسبير مسرحية تاجر البندقية في ظل أجواء اجتماعية متقلبة وتحديات متعددة تناولت المسرحية قضايا التمييز العرقي والديني والطبقية والجنس والجنسية وكشفت عن التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تؤثر في حياة الناس في تلك الفترة ثالثا قصة المسرحية مسرحية تاجر البندقية تدور حول قصة التاجر المسلم شايلوك وصراعه مع التاجر البندقي أنطونيو تقع أحداث المسرحية في مدينة البندقية خلال القرن السادس عشر تبدأ القصة عندما يطلب أنطونيو قرضا من شايلوك لمساعدته في تمويل مشروعه التجاري ومع ذلك يتم رفضه بسبب كراهية شايلوك للمسيحيين واضطهاده لليهود يقدم شايلوك عرضا غير عادل حيث يتم تحديد موعد استعادة القرض بالمزيد من الشروط القاسية في هذا الوقت يقع أنطونيو في مشكلة مالية حقيقية ويجد صعوبة في سداد القرض في الوقت المحدد يضع شايلوك شرطا في العقد يقضي بأنه إذا لم يتم سداد القرض في الموعد المحدد فإنه يحق له أن يأخذ جزءا من جسد أنطونيو تتطور الأحداث مع دخول بورشيا صديق أنطونيو على الساحة تتزوج بورشيا ابنة شايلوك جيسيكا التي تهرب معه وتحاول أن تكون جزءا من العالم المسيحي تتورط جيسيكا في خيانة والدها وتسرق بعض الأموال منه في النهاية يتعرض شايلوك للخيانة والاضطهاد وتتوالى الأحداث لتقود إلى محاكمة عرفية حيث يتم تحقيق العدالة يتم التنسيد شايلوك كشخصية معقدة حيث يجعل المشاهدين يتساءلون عن العدالة والانتقام والتسامح أولا طلب القرض يقوم التاجر البندقي أنطونيو بطلب قرض من شايلوك للتمويل مشروعه التجاري يأتي طلب القرض نتيجة الحاجة الملحة لأنطونيو للأموال لإتمام صفقة تجارية مهمة تظهر هذه اللحظة في المسرحية كنقطة تحول رئيسية في القصة حيث يسعى أنطونيو للحصول على المال اللازم لتحقيق أهدافه التجارية وفي ذلك الوقت يعتبر شايلوك هو الشخص الوحيد القادر على تقديم القرض إن طلب القرض من شايلوك يعكس توترات العلاقة بين الشخصيتين حيث يعاني شايلوك من التمييز والاضطهاد الذي يواجهه بسبب ديانته وأصوله اليهودية وهذا ينعكس على اتخاذه للقرار بشأن طلب القرض تتطور الأحداث بعد ذلك وتنسجم مع الصراع بين الشخصيتين والتوترات الاجتماعية والدينية في المسرحية يتم استكشاف قضايا مثل الكراهية والعدالة والانتقام من خلال هذا الطلب وما يترتب عليه من أحداث في المسرحية ثانيا رفض القرض بعد أن طلب أنطونيو القرض من شايلوك يرفض شايلوك طلب القرض يعود سبب رفضه إلى الكراهية والتحيز الذي يشعر به تجاه الأديان الأخرى وتحديدا المسيحية التي ينتمي إليها أنطونيو شايلوك يعبر عن كراهيته للمسيحيين واضطهاده لليهود من خلال رفضه لطلب القرض يرغب في توجيه ضربة لأنطونيو وإظهار القوة والتفوق الاقتصادي لليهود رفض القرض يعكس التوترات العرقية والدينية والثقافية في المجتمع في ذلك الوقت ويسلط ضوء على تحديات التعامل بين الأديان المختلفة وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية يضفي هذا الرفض مزيدا من التوتر والصراع على العلاقة بين شايلوك وأنطونيو ويدفع القصة إلى التطور والتوتر المستمر ثالثا الشروط القاسية بعد رفض شايلوك طلب القرض يقدم عرضا غير عادل في العقد يحدد شروطا قاسية وصعبة لاستعادة القرض مما يعكس الكراهية والانتقام الذي يشعر به شايلوك تجاه أنطونيو والمسيحين بشكل عام من بين الشروط القاسية التي يطلبها شايلوك في العقد يشمل ذلك تحديد موعد محدد لسداد القرض بشكل دقيق ومحدد وتحديد غرامة عالية عند عدم الالتزام بالموعد كما يتضمن العقد شرطا قاسيا يتيح لشايلوك أن يأخذ جزءا من جسد أنطونيو إذا لم يتم سداد القرض في الموعد المحدد تتمثل قساوة الشروط في إظهار شايلوك لقسوته وبلا رحمة تجاه أنطونيو ورغبته في الانتقام وتحقيق السيطرة عليه تعكس هذه الشروط القاسية التوترات الاجتماعية والدينية والاقتصادية في العصر الذي تدور فيه الأحداث تعتبر هذه الشروط القاسية مفتاحا في تطور الأحداث في المسرحية وتزيد من التوتر والصراع بين الشخصيات تشير إلى الصراع بين العدالة والانتقام وتثير التساؤلات حول حقوق الإنسان والقوة الاقتصادية والتمييز العرقي والديني رابعا مشكلة مالية يواجه أنطونيو مشكلة مالية حقيقية ويجد صعوبة في سداد القرض في الموعد المحدد مشكلة مالية تواجه أنطونيو في مسرحية تاجر البندقية وتعتبر جزءا هاما من القصة يواجه أنطونيو صعوبة في سداد القرض الذي طلبه من شايلوك في الموعد المحدد تتسبب هذه المشكلة المالية في توتر وتصعيد الصراع بين أنطونيو وشايلوك يجد أنطونيو نفسه في موقف صعب حيث يتعرض للضغط من شايلوك لسداد الدين في الوقت المحدد وهذا يتسبب في زيادة التوتر والصراع بين الشخصيتين تتعقد المشكلة المالية لأنطونيو عندما يواجه فشلا في مشروعه التجاري ولا يستطيع تحقيق الأرباح المتوقعة لسداد الديون يزداد التوتر والقلق وتتصاعد المشاعر السلبية بين أنطونيو وشايلوك مشكلة أنطونيو المالية تعكس تأثيرات الديون والمشاكل المالية على العلاقات الاجتماعية والنفسية تظهر تلك المشكلة كجزء أساسي من الصراع الأكبر في المسرحية وتساهم في تطور الأحداث وتعزيز النزاعات والتوترات المستمرة خامساً الهروب والخيانة تحدث حالة هروب وخيانة تؤثر في تطور الأحداث تقوم جيسيكا ابنة شايلوك بالهرب مع بورشيا صديق أنطونيو وتقوم بسرقة بعض الأموال من والدها هذا الهروب والخيانة ينعكسان على الصراعات العائلية والعلاقات المتوترة بين الشخصيات جيسيكا تخون والدها وتسرق منه وتقوم بالهرب مع حبيبها الذي ينتمي للعدو المسيحي لشايلوك هذا الفعل يعزز التوتر والصراع بين شايلوك وأنطونيو ويؤدي إلى تصاعد المشاعر السلبية والتوترات هذه المشكلة تعكس التحديات العائلية والعلاقات المعقدة في المسرحية تظهر الخيانة كعنصر رئيسي يعزز التوتر والصراعات المتعلقة بالحب والولاء والانتماء الديني والثقة بين الشخصيات الهرب والخيانة يطفيان عنصرا آخر من التوتر والصراع إلى قصة المسرحية ويساهمان في تطور الأحداث وتصاعد التوترات بين الشخصيات المختلفة سادسا المحاكمة العرفية تحدث محاكمة عرفية تلعب دورا حاسما في تطور القصة يتم تنظيم المحاكمة لمعالجة الصراعات والخلافات المستمرة بين الشخصيات تقدم المحاكمة العرفية فرصة للأطراف المتنازعة بما في ذلك شايلوك وانطونيو لتقديم حججهم ودفاعهم عن أنفسهم يتم استدعاء الشهود ويتم عقد الجلسة لاتخاذ قرار نهائيا بشأن تسوية الصراعات المستمرة تعكس المحاكمة العرفية حاجة المجتمع إلى تحقيق العدالة وحل النزاعات تعرض الأدلة ويتم استجواب الشهود لتوضيح الحقائق وتحقيق العدالة يتوجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار الأدلة والشهادات قبل أن يصدر حكما نهائيا تساهم المحاكمة العرفية في حل نزاعات وتصفية الحسابات بين الشخصيات المتنازعة يتم النظر في مصالح الطرفين وتحقيق العدالة في النهاية تعد المحاكمة العرفية منعطفا هاما في القصة وتجسيدا لتحقيق العدالة وتسوية الصراعات المستمرة تتناول هذه الأحداث الرئيسية في المسرحية الصراع بين الشخصيات وتسلط ضوء على المشاعر المتناقضة والعلاقات المتوترة بينهم تثير هذه الأحداث تساؤلات حول العدالة والانتقام والتسامح وترسم صورة معقدة للشخصيات وتفاعلاتها في مجتمع البندقية تعد مسرحية تاجر البندقية رحلة مشوقة تستكشف قضايا العدالة والكراهية والمال والحب تترك المسرحية مجالا للتفكير والمناقشة حول هذه القضايا المعقدة وتثير تساؤلات حول طبيعة الإنسان والمجتمع تتسم العلاقات الشخصية بالتعقيد والتوتر والصراعات تعكس هذه العلاقات العديد من المشاعر والتحديات التي يواجهها الشخصيات في القصة أولا تتناول المسرحية العلاقة بين شايلوك وأبنته جيسيكا تنعكس في هذه العلاقة التوترات الثقافية والدينية حيث تقوم جيسيكا بالهروب مع حبيبها المسيحي بورشيا وتخون والدها تظهر هذه العلاقة الصراعات العائلية والمشاعر المتناقضة لجيسيكا تجاه أصلها وديانتها ثانيا تتناول المسرحية العلاقة بين أنطونيو وبورشيا تعكس هذه العلاقة الحب والولاء والصداقة المتقابلة بين الشخصيتين يتضح أن أنطونيو مستعد للتضحية من أجل بورشيا وتدفعه الصداقة العميقة للوقوف إلى جانبه في الصعاب ثالثا تتناول المسرحية العلاقة بين شايلوك وأنتونيو تتسم هذه العلاقة بالتوتر والصراعات المستمرة يظهر شايلوك كشخصية معقدة تحمل الكراهية والرغبة في الانتقام من أنطونيو والمسيحيين بشكل عام يتواجه الصراع بين الطرفين وتتصعد المشاعر السلبية والتوترات بينهما تصلت هذه العلاقات الشخصية الضوء على المشاعر المتناقضة والتوترات والصراعات التي تتعرض لها الشخصيات في المسرحية تعكس تلك العلاقات التحديات العائلية والاجتماعية والثقافية في المجتمع وتساهم في تطور القصة وتعزز التوترات والصراعات المستمرة بين الشخصيات رابعا تحليل الشخصيات تقديم للشخصيات الرئيسية في المسرحية مسرحية تاجر البندقية تضم مجموعة من الشخصيات الرئيسية التي تلعب أدوارا حاسمة في تطور القصة إليك تقديما لبعض هذه الشخصيات أولا شايلوك شايلوك هو شخصية محورية في مسرحية تاجر البندقية وهو التاجر المسلم الذي يعيش في البندقية خلال القرن السادس عشر يصور شايلوك كشخصية معقدة ومتناقضة حيث يعاني من التمييز والاضطهاد بسبب ديانته وأصوله اليهودية شايلوك يمتلك سمات مثل الذكاء والحنكة والحساب الدقيق مما يجعله تاجرا ناجحا وذكيا ومع ذلك يظهر جانب مظلم في شخصيته حيث يكره الأديان الأخرى ويتبنى عقيدة الانتقام والاسترداد للمظالم التي تعرض لها تتجلى تناقضات شايلوك في علاقته المعقدة مع أنطونيو التاجر البندقي حيث ينشأ صراع شديد بينهما يظهر شايلوك بجانبه الحسابي والانتقامي ويتطور الصراع بينهما ليشمل الجانب الشخصي والاجتماعي والديني تتسم شخصية شايلوك بالتعقيد وتثير التساؤلات حول طبيعة الانتقام والعدالة وتؤكد على أهمية استكشاف الصراعات الاجتماعية والثقافية والدينية في المجتمع يعد شايلوك مفتاحا في فهم التوترات والصراعات الرئيسية في مسرحية تاجر البندقية ثانيا انطونيو هو التاجر البندقي النبيل والسخي يتميز انطونيو بالشهامة والكرم والولاء لأصدقائه تتميز الشخصية انطونيو بروح التضحية والاستعداد لمساعدة الآخرين وتتجلى هذه الصفات في طلبه للقرض من شايلوك لتمويل مشروعه التجاري يتعاطف الجميع مع انطونيو ويحبونه بسبب كرمه وحسن أخلاقه ومع ذلك يواجه انطونيو مشكلة مالية حقيقية تهدد استقراره المالي وقدرته على سداد القرض في الموعد المحدد هذه المشكلة المالية تزيد من التوتر وتزيد من الصراع بينه وبين شايلوك تتعامل شخصية انطونيو مع تحديات مالية وصراعات شخصية ومشاعر متضاربة يظهر فيها الحنان والصداقة والشجاعة والقوة الداخلية يعتبر انطونيو رمزا للنبل والخير والتضحية في المسرحية شخصية انطونيو تسلط الضوء على التوترات الاجتماعية والمالية والشخصية في القصة وتعكس صراعات العدالة والصداقة والمصير يتميز انطونيو بالعمق والتعقيد ويساهم في تطور القصة وتعزيز الصراعات والمشاعر المتناقضة في المسرحية ثالثا جيسيكا هي ابنة شايلوك التاجر المسلم في البندقية تتميز شخصية جيسيكا بالتعقيد والتحولات النفسية والعاطفية في بداية المسرحية تعيش جيسيكا تحت سيطرة والدها القاسية والمتحكمة ومع ذلك تنجذب الى بورشيا الشاب المسيحي النبيل وتقع في حبه تصبح جيسيكا رمزا للحب والتمرد والرغبة في الحرية تتطور شخصية جيسيكا عندما تقرر الهروب مع بورشيا وسرقة بعض الاموال من والدها تنقلب حياتها رأسا على عقب وتواجه تحديات ومشاعر متضاربة بين الولاء لعائلتها والحب لبورشيا جيسيكا تمثل الصراع الشخصية والمشاعر المتناقضة بين الوفاء للعائلة ورغبة الفرار من القيود والتقاليد تعكس شخصيتها التحولات العاطفية والتضحيات التي قد تتعين على الفرد ان يقوم بها لتحقيق السعادة الشخصية شخصية جيسيكا تصلت ضوء على تحديات الهوية والحرية والانتماء العائلي في المسرحية يضيف تواجدها وتصرفاتها عمقا إلى القصة وتعزز التوترات والصراعات بين الشخصيات الأخرى في المسرحية رابعا بورشيا الشاب المسيحي النبيل الذي يحب جيسيكا ابنة شايلوك ويتورط معه في علاقة عاطفية بورشيا يمتاز بالشهامة والنبل والذكاء يتميز بقيامه الأخلاقية واهتمامه بالعدالة يقدم بورشيا صورة للحب الصادق والولاء حيث يتحمل المخاطر من أجل جيسيكا ويعبر عن حبه العميق لها تتطور شخصية بورشيا في المسرحية بمرور الوقت حيث يساهم في تطور الأحداث والصراعات يعمل بورشيا على إظهار القوة العاطفية والشجاعة في مواجهة التحديات التي تواجههما جيسيكا وهو يمثل بورشيا الحب العميق والقوة الداخلية في المسرحية شخصية بورشيا تصلت ضوء على العاطفة والتضحية والشجاعة يلعب دورا حاسما في تطور القصة وتعزيز الصراعات والمشاعر المتناقضة في المسرحية خامسا لورانسو هو صديق بورشيا وشخصية مهمة في تطور الأحداث يصور لورانسو كشاب مسيحي نبيل يقدم الدعم والمساعدة لبورشيا وجيسيكا لورانسو يتميز بالحنكة والذكاء والولاء يلعب دورا مهما في مساعدة بورشيا وجيسيكا في خطتهما للهروب والهرب من شائلوك يقدم لهما المشورة والدعم ويساعدهما في تنفيذ خطتهما تظهر شخصية لورانسو في المسرحية كصديق مخلص ومؤيد لبورشيا ويتعاطف معه ومع جيسيكا يعكس لورانسو الصداقة الحقيقية والدعم المتبادل بين الأصدقاء على الرغم من أن لورانسو هو شخصية ثانوية في المسرحية إلا أنه يلعب دورا مهما في تطور القصة وتعزيز الصراعات والمشاعر المتناقضة يساهم في إطفاء الدعم العاطفي والعقلي على بورشيا وجيسيكا ويساهم في تحقيق طموحاتهما بالإضافة إلى الشخصيات الرئيسية في مسرحية تاجر البندقية تحتوي المسرحية على مجموعة من الشخصيات الثانوية التي تساهم في تطور القصة وتعزيز التوترات والصراعات إليكم تقديما لبعض هذه الشخصيات أولا سالارينو وسالانيو وما صديق أنطونيو الذين يظهران في المسرحية كرفقة وأصدقاء مقربين يعكسون وجها آخر للمجتمع البندقي ويشاركون في حوارات ومناقشات تعزز التوترات وتسلط الضوء على القضايا الرئيسية ثانيا دراجو خادم شايلوك ويعمل معه يقدم صورة للعلاقة بين شايلوك وخدمه ويشارك في تطور الأحداث ثالثا القاضي يمثل السلطة القضائية في المسرحية ويشارك في المحاكمة العرفية لحل نزاعات رابعا لانسيلوت جوبو هو خادم أنطونيو التاجر الرئيسي في المسرحية يقدم الكثير من النوكاتي والمواقف الكوميدية ويساهم في إطفاء الطابع الخفيف والمرح على العمل خامسا دوقة البندقية هي الشخصية الحاكمة في مدينة البندقية وتظهر في المسرحية لإصدار أحكام وقرارات تؤثر في الشخصيات الأخرى سادسا نيريسا خادمة بورتيا البطلة النسائية في المسرحية تلعب دورا مهما في تنفيذ خطة بورتيا الحاسمة تتميز هذه الشخصيات بتعقيداتها وتنوعها النفسي والاجتماعي والثقافي وتعزز التوترات والصراعات المستمرة في المسرحية تحليل عمق الشخصيات وتطورها على مر الأحداث وأثرها على تطور القصة شخصية الشايلوك في مسرحية تاجر البندقية تتمتع بعمق وتطور ملحوظ على مر الأحداث ولها تأثير كبير على تطور القصة في البداية يتم تقديم الشايلوك كتاجر يهودي بخيل وطماع يتجلى طمعه وبخله في طلبه ضمانا غريبا من أنطونيو حيث يطلب جراما من لحمه في حالة عدم سداد دينه يتعامل مع الآخرين بطريقة متعالية ويعبر عن رغبته في الانتقام من البعض الآخر مع تطور الأحداث يتم استكشاف جانب أكثر إنسانية في شخصية شايلوك يظهر لنا الكاتب الجوانب العاطفية والاجتماعية للشخصية حيث يتعرض للتهديد والظلم من قبل الشخصيات الرئيسية الأخرى يظهر شايلوك معاناته وتأثره بالتمييز العنصري والمعاملة السيئة التي يتعرض لها على الرغم من الجانب السلبي لشخصية الشايلوك إلا أن وجوده يلعب دورا حاسما في تطور القصة ومسار الأحداث تعكس تصرفاته وطمعه العواقب الجم التي تترتب على الإنسانية والعدالة في المجتمع يتم استخدام شخصية الشايلوك لاستكشاف قضايا مثل التمييز والانتقام والعدالة بشكل عام تتطور شخصية الشايلوك من شخصية سطحية ومتشددة إلى شخصية معقدة ومتناقضة يتم توصيل الرسالة من خلالها بأن البشر ليسوا مجرد أبيض وأسود وأن هناك دوافع وأسباب عميقة وراء سلوكهم شخصية أنطونيو في مسرحية تاجر البندقية تتميز بعمق وتطور ملحوظ على مر الأحداث ولها تأثير كبير على تطور القصة في البداية يتم تقديم أنطونيو كتاجر نبيلا وصديق مخلص لباسانيو يتسم بالكرم والشجاعة ويظهر تضحيته من أجل صديقه بتقديم قرض من شايلوك لمساعدته يتجلى في شخصية أنطونيو الولاء والإخلاص لأصدقائه والاستعداد للتضحية من أجلهم مع تطور الأحداث يتعرض أنطونيو للعديد من التحديات والصعاب التي تؤثر على عواطفه وحياته المالية يتجلى تطور شخصية أنطونيو في تعامله مع هذه المشاكل حيث يظهر القوة العاطفية والإصرار في مواجهة الصعاب تتجاوز شخصية أنطونيو حدود الصداقة وتتحول إلى صراع داخليا بين المحبة والكراهية يتأثر أنطونيو بالتهديدات والمخاطر التي تواجهه ويظهر جانب أكثر هشاشة في شخصيته يتم استكشاف تأثير هذا التطور على تفكيره وسلوكه وعلاقته بالشخصيات الأخرى بشكل عام يتطور أنطونيو من شخصية نبيلة وكريمة إلى شخصية تعاني وتتأثر بالظروف المحيطة به يتم استخدام شخصية أنطونيو لاستكشاف مفهوم الصداقة والتضحية والقوة العاطفية تأثير شخصية أنطونيو على تطور القصة يتجلى في تناول قضايا مثل الحب والصداقة والتحديات الشخصية شخصية جيسيكا في مسرحية تاجر البندقية تتميز بعمق وتطور ملحوظ على مر الأحداث ولها تأثير كبير على تطور القصة في البداية يتم تقديم جيسيكا كابنة لشايلك التاجر اليهودي تعيش في ظروف صعبة بسبب تعامل والدها القاسي معها تشعر بالحب والتعاطف تجاه لورانزو وهو صديق لأنطونيو وباسانيو وتقرر الهروب معه مع تطور الأحداث تتطور شخصية جيسيكا بشكل ملحوظ تتخذ قرارا جريئا بالهروب من بيت والدها والانضمام إلى لورانزو مما يعكس الشجاعة والرغبة في الحرية والسعادة الشخصية تظهر جوانب أخرى من شخصية جيسيكا مثل الحب والولاء ورغبتها في التحرر من القيود الاجتماعية والدينية تأثير شخصية جيسيكا على تطور القصة يكمن في تعزيز التوتر والصراع العائلي بينها وبين والدها وأثرها على العلاقات الشخصية الأخرى في المسرحية تسلط شخصية جيسيكا الضوء على قضايا مثل الحرية الشخصية والتحرر من القيود الاجتماعية والتقاليد بشكل عام تتطور شخصية جيسيكا من شخصية مضطربة ومقيدة إلى شخصية تسعى للسعادة والحرية الشخصية تعكس شخصية جيسيكا العواطف والتحديات التي يواجهها الفرد في محاولته للتحرر والتعبير عن الذات شخصية بورشيا في مسرحية تاجر البندقية تتميز بعمق وتطور ملحوظ على مر الأحداث ولها تأثير كبير على تطور القصة في البداية تقدم بورشيا كبطلة نسائية نبيلة وذكية تمتاز بالجمال والحكمة وتكون محورا للصراع بين الشخصيات تقدم بورشيا كجائزة لمن يستطيع التغلب على التحدي الذي وضعه والدها وهو التغلب على اختيار صندوق الزواج الصحيح مع تطور الأحداث تتطور شخصية بورشيا بشكل لافت تظهر بورشيا ذكاء استراتيجيا عاليا وقدرة على التلاعب بالأحداث لصالحها تكشف عن قدراتها الفكرية والذكاء في تنفيذ خطة لتحقيق سعادتها وتحقيق رغباتها تأثير شخصية بورشيا على تطور القصة يكمن في قراراتها الحاسمة وتأثيرها على الشخصيات الأخرى تتحكم بورشيا في مسار الأحداث وتساهم في إحداث تحولات مفاجئة في القصة يتم استخدام شخصية بورشيا لاستكشاف مفهوم الحكمة والذكاء وقدرة المرأة على التأثير في العالم الذكوري بشكل عام تتطور شخصية بورشيا من شخصية نبيلة وذكية إلى شخصية قوية ومؤثرة تظهر بورشيا الجوانب الساحرة للذكاء والحكمة والقوة النسائية تعكس شخصية بورشيا القوة والتحكم والتأثير في توجه القصة ومجريات الأحداث شخصية لورانزو في مسرحية تاجر البندقية تتميز بعمق وتطور ملحوظ على مر الأحداث ولها تأثير كبير على تطور القصة في البداية يتم تقديم لورانزو كصديق وعشيق لجيسيكا ابنة شايلك يظهر لنا لورانزو كشخصية محبوبة وطيبة القلب ويسعى للزواج من جيسيكا والهروب معها من بيت والدها القمعي مع تطور الأحداث تتطور شخصية لورانزو بشكل لافت يظهر لنا جانب آخر من شخصيته حيث يظهر بشكل أكثر جدية وتركيزا عندما يساعد أنطونيو وباسانيو في محاولة إنقاذ أنطونيو من شايلك يظهر لورانزو الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة لصالح الأصدقاء تأثير شخصية لورانزو على تطور القصة يكمن في دوره في تحقيق الحرية والتحرر لجيسيكا والتأثير في توجيه الأحداث يساعد لورانزو في خلق الصراعات والتوترات التي تؤثر في تطور العلاقات وتشكل حبكة القصة بشكل عام تتطور شخصية لورانزو من صديق وعشيق لجيسيكا إلى شخصية ذات قوة وتأثير يظهر لورانزو القدرة على التضحية واتخاذ القرارات الصعبة ويعكس الشجاعة والوفاء في العمل من أجل الأصدقاء تضيف شخصية لورانزو المزيد من التعقيد والعمق إلى قصة التاجر البندقية خامسا المواضيع والرسائل مسرحية تاجر البندقية لوليام شيكسبير تتناول مجموعة من المواضيع الرئيسية التي تثير النقاش وتلقي الضوء على قضايا مهمة إليك استعراضا للمواضيع الرئيسية في المسرحية أولا التمييز والعنصرية تتناول المسرحية قضية التمييز الاجتماعي والعنصرية من خلال تصوير شخصية شايلوك التاجر اليهودي تظهر القصة التحامل الاجتماعي والتحيز الديني والتعامل مع الآخرين بناء على العرق أو الديانة ثانيا الثقة والخيانة تتناول المسرحية قضية الثقة والخيانة من خلال علاقات الشخصيات يتم تجسيد هذا جيدا في علاقة شايلوك وأنطونيو والتحدي الذي يواجههما ثالثا الحب والزواج تستكشف المسرحية قضايا الحب والزواج من خلال علاقة باسانيو وبورتيا ولكن أيضا علاقة لورانزو وجيسيكا تتناول القصة التضحيات والتحديات التي تواجه الأزواج وتأثيرها على حياتهم رابعا العدالة والانتقام تناقش المسرحية قصة العدالة والانتقام من خلال تصرفات شايلوك ومحاولته الانتقام من أنطونيو تستكشف العقاب والعدالة الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع خامسا الصداقة والولاء تصلت المسرحية الضوء على قيمة الصداقة والولاء من خلال علاقة أنطونيو وباسانيو تستعرض القصة قوة الروابط الشخصية وأهمية الوفاء والتضحية في الصداقات الحقيقية هذه بعض المواضيع الرئيسية التي تعالج في مسرحية تاجر البندقية والتي تعكس تعقيدات البشرية وتدفعنا للتفكير في القضايا الأخلاقية والاجتماعية المهمة مسرحية تاجر البندقية تحمل العديد من الرسائل الأخلاقية والاجتماعية التي يتم تناولها بشكل مميز إليك تحليلا لبعض هذه الرسائل أولا التعايش والتسامح تناقش المسرحية أهمية التعايش السلمي والتسامح بين الثقافات المختلفة من خلال تصوير شايلوك ومعاملته السيئة تشجع المسرحية على تجاوز التحامل الاجتماعي والعنصرية وبناء علاقات متوازنة ومتساوية ثانيا العدالة والانتقام تثير المسرحية تساؤلات حول العدالة والانتقام حيث يسعى شايلوك للانتقام من أنطونيو تشجع المسرحية على التفكير في العدالة الاجتماعية وضرورة محاسبة الأفعال وتحقيق التوازن بين العدالة والرحمة ثالثا الصداقة والوفاء تبرز المسرحية قيمة الصداقة الحقيقية والوفاء من خلال علاقة أنطونيو وباسانيو تعزز المسرحية أهمية الدعم المتبادل والتضحية والوفاء في العلاقات الشخصية رابعا الحب والزواج تتناول المسرحية قضايا الحب والزواج وتصلط ضوء على التحديات التي يواجهها الأزواج تحث المسرحية على التفكير في قيمة الحب الحقيقي والتضحية لصالح الشريك خامسا القوة والضعف تستكشف المسرحية القوة والضعف في الشخصيات وكيف يؤثر ذلك في تصرفاتهم وقراراتهم تحث المسرحية على التفكير في القوة الداخلية والقدرة على التغلب على الصعاب من خلال تناول هذه الرسائل تدعون المسرحية للتفكير في القضايا الأخلاقية والاجتماعية الهامة مثل التسامح والعدالة والصداقة والحب والقدرة على التحمل والتغلب على الصعاب تعزز المسرحية القيم الإنسانية الأساسية وتحثن على ممارسة العدل والرحمة في تعاملنا مع الآخرين خامسا التأثير والتقدير مسرحية تاجر البندقية لويليام شيكسبير لها تأثير تاريخي وأدبي كبير على المشهد الثقافي والأدبي إليك مناقشة حول التأثير التاريخي والأدبي لهذه المسرحية أولا التأثير التاريخي تقدم المسرحية نموذجا للتمييز العنصري والتحامل الديني التي كانت موجودة في المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى تسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين اليهود والمسيحيين في تلك الفترة وتعكس الصور النمطية السلبية للشخصيات اليهودية المتواجدة في أعمال الأدب والثقافة في ذلك الوقت تتناول قضايا التمييز والعنصرية وتسلط الضوء على أهمية التعايش السلمي والتسامح في المجتمع ثانيا التأثير الأدبي تعتبر تاجر البندقية من أهم مسرحيات شيكسبير وتعتبر أحد روائع الأدب الإنجليزي تتميز المسرحية بالغموض والتعقيد في الشخصيات والأحداث مما يجعلها موضوعا للتحليل والدراسة الأدبية تعرض المسرحية قضايا أخلاقية عميقة مثل العدالة والانتقام والصداقة والحب والوفاء مما يثر النقاش الأدبي ويعمق فهمنا للبشرية والعلاقات الإنسانية تتميز بلغة شيكسبير الشاعرية واستخدامه للمفردات والأساليب الدرامية المتقنة مما يعزز قيمتها الأدبية ويثبت مكانتها في التراث الأدبي تعتبر مسرحية تاجر البندقية لويليم شيكسبير ذات تأثير تاريخي وأدبي كبير حيث تناقش قضايا مهمة وتعكس الثقافة والتحولات الاجتماعية في ذلك الوقت كما أنها تبرز براعة شيكسبير الأدبية وتميزه في صياغة الشخصيات والقصة بطريقة تثير الانتباه والتأمل مسرحية تاجر البندقية لويليم شيكسبير تلقت تقديرات نقدية ومشاهدات حديثة متنوعة هنا استعراض لبعض التقديرات النقدية والمشاهدات الحديثة حول المسرحية أولا قوة الشخصيات يتم تناول المسرحية بإشادة على نطاق واسع لقوة الشخصيات وتعقيداتها يعتبر شايلوك شخصية مثيرة للجدل ومركزية في المسرحية حيث يتم تصويره بشكل معقد ومتعدد الأبعاد تعتبر بورتيا وأنطونيو وجيسيكا شخصيات ذات تأثير قوي أيضا ثانيا التفاوت في التصوير تشهد المسرحية تفاوتا في التصوير بين النقاد والجمهور بعض النقاد يرون أن المسرحية تحوي على صورة سلبية لليهود وتروج للتحامل الديني في حين يراها الآخرون كدراما عميقة ومعقدة تستكشف قضايا العدالة والانتقام والصداقة ثالثا التصوير الشاعري واللغة يتم تنويه المسرحية بعبقرية شيكسبير في استخدام اللغة والتصوير الشاعري يعتبر الأسلوب الشاعري واحدا من أبرز الجوانب الجمالية في المسرحية ويعزز تأثيرها الدرامي رابعا رؤية حديثة توجد رؤى حديثة تصلط الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية في المسرحية يتم تحليل دور الشخصيات في تمثيل الأقليات والمجموعات المهمشة والتحديات التي تواجهها بشكل عام تعتبر تاجر البندقية مسرحية محبوبة ومتنوعة التفسيرات تستمر المناقشات الحديثة حولها في استكشاف تعقيدات الشخصيات والمواضيع الأخلاقية والاجتماعية التي تطرحها سابعا الخاتمة في النهاية يمكن الاستنتاج أن مسرحية تاجر البندقية لويليام شيكسبير تعتبر عملا أدبيا وثقافيا ذات تأثير تاريخي وأدبي كبير تعالج المسرحية مجموعة من المواضيع الرئيسية مثل التمييز والعنصرية الصداقة والولاء العدالة والانتقام الحب والزواج القوة والضعف تستعرض المسرحية العلاقات الاجتماعية المعقدة وتناقش قضايا أخلاقية عميقة تعد شخصيات المسرحية متنوعة ومعقدة وتشكل تمثيلا قويا للتحديات التي يواجهها الأفراد في المجتمعات الاجتماعية والثقافية المختلفة يتم تصوير هذه الشخصيات ببراعة عبر استخدام اللغة الشعرية والتصوير الدرامي القوي الذي يميز أعمال شيكسبير تتناول المسرحية قضايا حساسة تتعلق بالتمييز والعنصرية وتدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة كما تركز على أهمية العدالة والصداقة الحقيقية وتعزز قيم الحب والوفاء والتضحية في العلاقات الإنسانية بصفة عامة تعد تاجر البندقية مسرحية ذات قيمة أدبية كبيرة وتحمل رسائل أخلاقية واجتماعية هامة تظل قصة شيكسبير المؤثرة تستمر في إثارة النقاش وتحفيز التفكير حول القضايا التي تطرحها مسرحية تاجر البندقية لويليام شيكسبير تتناول مجموعة من المواضيع الرئيسية مثل التمييز والعنصرية الصداقة والولاء العدالة والانتقام الحب والزواج والقوة والضعف تستعرض المسرحية التحامل الاجتماعي والتحيز الديني والعرقي الموجود في المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى تعكس المسرحية العلاقة المتوترة بين اليهود والمسيحيين وتصلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد المختلفون في مجتمع يهميل إلى التمييز والتحامل الديني تبرز قيمة الصداقة الحقيقية والولاء في العلاقات الإنسانية وتستعرض أهمية الحب الحقيقي والتضحية في العلاقات الزوجية تستكشف العدالة والانتقام كقضايا أخلاقية واجتماعية وتدعو إلى التفكير في التوازن بين العدالة والرحمة تعكس المسرحية القوة والضعف في الشخصيات وتصلط الضوء على القدرة على التحمل والتغلب على الصعاب تتميز باللغة الشعرية والتصوير الدرامي الجذاب الذي يعزز تأثيرها الدرامي تستمر المسرحية في تحفيز التفكير والنقاش حول القضايا الأخلاقية والاجتماعية التي تطرحها وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو المثير حول مسرحية تاجر البندقية تعتبر هذه المسرحية من الأعمال العالمية الكلاسيكية التي لا تفقد قيمتها على مر الزمان إنها تجسد العديد من القضايا الأخلاقية والاجتماعية التي لا تزال ذات أهمية حتى يومنا هذا من خلال شخصياتها المعقدة والعميقة تصلط تاجر البندقية الضوء على مفاهيم مثل العدالة والطمع والتضحية والحب والعنصرية تتحدث المسرحية عن تناقضات الإنسان وتحديات المجتمع مما يدفعنا إلى التفكير والنقاش في قضايا أخلاقية هامة بالإضافة إلى ذلك تلقي تاجر البندقية الضوء على أهمية التفاهم والتسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة تذكرنا المسرحية بأن القيم الإنسانية الأساسية هي التي تجعلنا نتعامل مع بعضنا البعض بكل إنسانية واحترام في الختام نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أضاف بعض الإلهام والتفكير حول مسرحية تاجر البندقية وأن يشجعكم على استكشاف أعمال أدبية أخرى واستنباط الدروس والفلسفات منها تذكروا أن الفن يعكس جوانب عديدة من الحياة ويمكن أن يكون وسيلة للتعبير والتأمل والتغيير شكرا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو على قناة المثقف نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من المحتوى الثقافي الذي قدمناه إذا كنتم مهتمين بالمزيد من الفيديوهات والمحتوى الثقافي ندعوكم للاشتراك والمتابعة لقناتنا باستمرارنا في تقديم المحتوى الثقافي المتنوع والمثير نسعى لتقديم تجارب ممتعة ومفيدة للمشاهدين نحن نهدف إلى توسيع آفاق المعرفة وتعزيز الثقافة العامة لذا ندعوكم للبقاء على الطلاع ومتابعة قناتنا للاستفادة من المحتوى الثقافي المميز الذي سنقدمه شكرا لكم مرة أخرى لمشاهدتكم وثيقاتكم في قناتنا نحن نقدر دعمكم ونتطلع إلى مشاركة المزيد من المحتوى الثقافي معكم في المستقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة